طبعا صباح الخير واطلعنا كده بقى كننا قاعدين معاك دلوقتي في الجونة طبعا عن حالة التقس الأجواء عندك الكواليس الوان توان اللي حصلت مع سوارش والفريق حتى مش في الاجتماعات الأساسية يعني خلينا نعرف ونتطمن عن الأوضاع وفي نفس الوقت الاستعدادات البدنية والاستعدادات النفسية ولو في أي معلومة عندك برضو حابب أن انت تضيفها تفضل يا فاروق يعني خليني في البداية صباح الفل عليك يا نهواند صباح الفل عليك يا كريم وطبعا برحب بأستاذنا الأستاذ محسن لمنوم وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الجونة وآخر استعدادات تفريق النادي الأهلي لمواجهة تفريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والمباراة المقرر إقامتها على استياد خالد بشارة في تمام الساعة التاسعة مساء خلينا نقولك الأجواء هنا يعني أجواء أكثر من راعة ارتفاع طبعا شديد في درجات الحرارة بتكلمنا نهواند في درجة حرارة ما بين 37 ل38 درجة مقوية درجة الحرارة لكن من المنتظر إن شاء الله يكون درجة الحرارة في توقيت المباراة من 28 ل30 درجة مقوية في ارتفاع يعني شوية في نسبة الرطوبة لكن ملعب خالد بشارة واحد من الملعب طبعا اللي بيتميز إنه بقى فيه طيارات هوا من كل الجوانب طاقت ده ممكن إنه يعني جدي جو أفضل إن شاء الله أثناء توقيت المباراة طبعا بالأمس كان وصول فريق النادي الأهلي إلى تمام لا أنا بقول لك كريم على المعلومة دي يا فاروق أنا مش عارفة أنك سمعني أنا بقول لك كريم على خالد بشارة طبعا الله يرحمه كان حد يعني محترم جدا جدا وبالفعل طبعا يا نهوانب كان يعني من إدارة اللجونة تخليدا لإسم وقيمة خالد بشارة تم إطلاق اسم خالد بشارة على استيد للجونة وواحد طبعا من العلامات المميزة داخل الجونة بالأمس طبعا كان وصول فريق النادي الأهلي إلى الجونة خلينا أقول لك أن الأجواء هنا أكثر مرة أجواء احتفالية الجميع النهاردة بيتوافد يتصابق إن شاء الله لحضور المباراة تقد أن استيد خالد بشارة يكون مليء بجماهير للنادي الأهلي يعني في بعض الجماهير القادمة من القاهرة بالأمس يعني إلى جانب الموجودين والمقيمين هنا في الجونة حرص مجموعة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي على الحضور إلى الجونة أمس لمسندة ومؤذرة النادي الأهلي في هذه المباراة طبعا اللي قلنا ستنطلق في تمام الساعة التسعة طبعا كان حضور النادي الأهلي إلى مقر اللقامة سريعا تم تسكين اللعبين تناول اللعبون وجبة العشاء عقب وجبة العشاء كان فيه محاضرة أو جلسة جمعة نبين مستر ريكاردو سوارش وجهازه المعاون والكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامي أمصان تفاصيل كتير جدا طبعا بيشتغل عليها ريكاردو سوارش نهواندو الكريم طبعا أنتوا عارفين تقل أستاذ محسن لم نوم معكم يعني يتكلم في هذه الأمور أن الوقت داية جدا التفاصيل اللي بتشتغل عليها هي التفاصيل بسيطة جدا عقب مباراة بترجيت الفريق استانف تدريباته على مدار يومين طبعا بعض اللاعبين اللي خرجوا من قائمة النادل آلي لهذه المباراة خلينا نقول أن حسين الشحاد كان يعني شعر بألام فيه الرجبة ويعقب مباراة بترجيت الجازل في طبي فضل النوة يعني يدي له راحة من التدريبات على مدار يومين وبالتالي خرج من قائمة المباراة محمد عبد المنعم بيغيب عن هذه المباراة نظرا للحصول على الإنذار الثالث أيضا ياسر إبراهيم كان شعر بإجهاد في العضل ويعني فضل الجهاز الطبي كده يعني كان شد خفيف فضل الجهاز الطبي أنه يخرجه من مباراة بترجيت وبالتالي ياخد فترة راحة أطول طبعا استعدادا للمباراة القادمة سواء مباراة فيوتشرين 12 أو مباراة بيرامدز أو إن شاء الله مباراة المهية أمام الزمالكم 21 طبعا الأجواء اللي احنا لمسينها من مستر ريكاردو سوارش في الأيام البسيطة دي حاول يشتغل على أدق التفاصيل حاول يصحح الأخطاء طبعا مع عملية الروتيشن والتدوير اللي بيعملها في النظر اللي تلحم المباراة وهو أتكلم في هذا الأمر قبل ما جاء النادي الآلي أنا يعني عارف أن لعبة النادي الآلي على مدار الثلاث سنوات في استهلاك بدني واضح للعبة النادي الآلي سواء مع النادي الآلي أو مع المنتخبات الوطنية يعني حتى في أحصائية كان رؤول فاريا مطور الأداء وبيدرو مخططة الأحمال جاهزوا طبعا فايل لكل لعب في لعبين في النادي الآلي عدد المباراة اللي اشترك فيها على مدار الموسم بيتجاوز الـ 55 مباراة وده رقم كبير جدا نهوان طبعا والأستاذ محسن ممكن يتوقف أمام هذا الرقم أن الرقم ده بيبقى رقم كبير جدا بالنسبة لها في موسم واحد سواء بعض اللعبين أمثال عمر السلية وحمد فاتحي وياسير مارين بيبقى عدد كبير جدا من المباراة إلى جانب محمد مجد أفشا حمد شريف بيبقى كم كبير جدا من المباراة ميستر ريكاردو سواريش عقد بمحاضرة فيديو قبل المراني الأخير أمس مع اللعبين طبعا الحديث على أهم النقاط الخاصة في فريق الجونة اللي خلينا نشدد على صعوبة اللقاء يعني خلينا نتفق أن فريق الجونة في موقف صعب جدا وده بيزيد من صعوبة اللقاء خاصة أنه في المنطقة الصعبة جدا مع فريق الإسماعيلي مع فريق المقولون العرب مع شريع الدخان مع مصر المقاصة كمان بعض الأخبار اللي بتقال على تغيير الجهاز الفني كابتن تامر مصطفى والكابتن أحمد صديق عقب هذه المباراة طبعا الجهاز الفني الفريق الجونة كان خاض 8 لقاءات تلقى لازيمة في 6 لقاءات وتعادل في لقاء وهزم في لقاء ده بيزيد من صعوبة اللقاء ويدي دوافع أكتر للعاب فريق الجونة أمام فريق النادي لالي طبعا لجنة الحكام الهواند كانت أعلانة طاقم تحكيم لهذه المباراة بقيادة الكابتن محمد عادل ويعاون وسامير جمال وهاني خيري خلينا نذكر جماهرنا أن آخر مباراة حكمها محمد عادل محمد عادل لفريق النادي لالي كانت مباراة للأهلي والزمالك اللي كانت في الدور الأول وانتهي بفوز النادي لالي بخمس أهداف مقابل ثلاثة أهداف أأكد لك أيضا أن ظهور النادي لالي هيكون بالزي الرسمي الرداء الأحمر للنادي لالي فريق اللي جونة هيكون ظهوره بي الرداء الأبيض الحالة النفسية زي ما انتكلمت برضو يا نهواند والحالة البدنية أعزي أطمنك أن مخطط الأحمال بدرو يشتغل على تفاصيل مهمة جدا الحالة البدنية للعابين في دوافع نفسية جديدة عند لعاب النادي لالي مستر ريكاردو سواريش في كلامه بيعقد جلسات فردية مع اللعابين بيحاول أنه هو يشتغل على الحالة المزاجية طبعا والحالة النفسية خلينا نقتبس كلمة كريم طبعا الحالة المزاجية الأجواء أكثر مرة نهواند أطمنك وأطمن جماهير النادي لالي إن شاء الله تكون مباراة مهمة جدا النهاردة لعاب النادي لالي يكونوا قادرين على تحقيق الثلاث نقاط في هذه المباراة أنا موجود معاك يا نهواند موجود معاك كريم لو فيها يستفسار أو أي تسرح وفي بعد كده إحنا كنا معاك بزاقت وجد يا فاروق تغطية أكثر من رائعة مشكورة جدا عليها وإن شاء الله يعني زي ما بنتفاعل بيك كل مرة كده قبل كل مباراة بتكون معنا وتطلعنا على التطورات الأخيرة يعني نفوذ النهاردة وتبقى كمان مباراة حلوة شكرا